أحسن الله إليك يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة وهل يجوز في البيوت أيضا إذا كان المكوث في المسجد ممنوعا وجزاكم الله خيرا أما الاعتكاف في البيوت فلا يجوز ليس مشروعا لأن الاعتكاف يكون في المساجد قال الله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة من أجل أن لا يخرج إلى صلاة الجماعة مسجد آخر يكثر القروج هذا يتنافى مع الاعتكاف فيعتكف في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة هذا هو المشروع ولا بأس بالاعتكاف في جميع المساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة سواء المساجد الثلاثة أو غيرها من المساجد لأن الله جل وعلا يقول ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد ولم يقيد ذلك بالمساجد الثلاثة بل أطلق فقال في المساجد وهذا يعوم جميع مساجد المسلمين على وجه الأرض وليس كل الناس يتيسر لهم أنهم يذهبون للمساجد الثلاثة فالمسلم يعتقف في أي مسجد يسهل عليه في أي بلد وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على الناس أما حجرهم بأن يقال لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فهذا لا دليل عليه وهذا من تحجر الواسع وإغلاق باب الخير على المسلمين والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر